اشتركوا في القناة احذر من طريقة كلامك لنفسك وعلى فكرة يبدو ان الموضوع هذا يا إلينا بدأ عندك بفكرة فنقول راقب افكارك لانها تتحول الى كلمات وديك قلتيها واتكلمتيها راقب كلماتك لانها تتحول الى افعال لما انا فكرة افكرها باستمرار وارددها على لساني تلقائيا ساقوم بها وسافعلها فيقول لك راقب افكارك لانها تتحول الى كلمات راقب كلماتك لانها تتحول الى افعال حيبدأ يصير عندك الغضب هذا عادة مش مرة على الصبت وانتهينا لا ما تقولي دايما 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 حولتي إلى عادة وأصبح الموضوع عندك صار بالنسبة لك مبرمج راقب عاداتك لأنها تشكل مصيرك فإزرع فكرة تحصد كلمة إزرع كلمة تحصد فعلا إزرع فعلا تحصد عادة إزرع عادة تحصد مصيرا في النهاية فمصيرا في النهاية هو جملة عادات والعادات هذه تكونت من خلال ممارسة بعض السلوكيات بشكل مستمر ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق لاحظ يتحر الصدق يعني هو بيبحث عنه بيدور عليه بيسعى وراءه حتى يكتب عند الله صديقة ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابة فهنا أنت لما بتتكلمي على الغضب وأنا إنسان غضوبة فأنت وصفتي نفسك بأنه أنت غضوبة فمهما حاولنا نعطيك تقنيات إذا أنت واصفة لنفسك أنه أنا عصبية العصبي دائما لازم يعصب زي ما البلبل لازم دائما أنه يغرد أنت مش لازم تجبر البلبل على التغريد لأنه هو بيغرد لأنه هذه طبيعة كبلبل أنا بلبل لازم أغرد مش لازم أحد يطلب منه أنه سمعنا صوتك هو طبعه كذا البلبل خلق ليغرد فإذا أنا دائما نظرة النفسي أنه أنا طبع أنا عصبي والعصبي دائما لازم يعصب ولازم يغضب فغيري نظرة اكتجاه نفسك واحذري من الطريقة اللي بتحاوري وتكلمي فيها نفسك هذا جزء جدا مهم لأنه الكلام اللي احنا بنردده بينعكس علينا وعقلنا بيآمن فيه يمكن مثل دايما أنا أقوله في الدورات وحقوله يمكن لأنه حسيت أنه لازم أقوله لأنه فيه كذا سؤال مرتبطة بهذه المسألة هذه الحركة لكل من يحضر معي دورات ذات دلالة أو ذات زي ما يقوله رمزية هي رابط يوصل فكرة ويوصل معنا خليني أقوله الآن عملوا تجارب على مجموعة من القردة بحيث بيشوفوا كيف علاقة الجهاز العصبي بالحركات اللي هما بيقوموا بها فمسكوا يد القرد كلها وخلوا إصباع واحد قابل للحركة وبدوا يحركوا هذا الإصباع للأمام والخلف للأمام والخلف للأمام والخلف مع وضع أجهزة لقياس النشاط الكهربائي في الدماغ فلاحظوا أنه فيه جزء في الدماغ بينشط مع هذه الحركة فإذن ربطوا أنه إذن هذا الجزء في الدماغ هو المسؤول عن حركة الإصباع بهذه الطريقة آه صار فيه نوع من عملية الربط هنا طيب كرروا الحركة عشرات المرات الجزء هذا بينشط 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 مئات المرات بينشط أكثر وأكثر 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 بعد فترة تركوا يد القرد من غير ما يعملوا الحركة هذه سابوها عارفين إيش اللي صار؟ صارت عنده زي اللزمة العصبية صار الموضوع بالنسبة له حركة لا إرادية صارت يلاقيه أنه يحرك أصباعه زي كذا بشكل تلقائي من غير ما أحد يطلب منه هذه المسألة صار قاعد ويحرك أصباعه لما قاعدوا يحركوا آلاف المرات قدام وراء آلاف المرات قدام وراء صارت عنده زي اللزمة إيش اللي حصل عشان أحاول أبسط وإحنا في برنامج ما إحنا في دورة متعمقة أعطي تفاصيل ولكن أحاول أعطي تشبيه إحنا بنعرف أنه الدماغ بيتحكم في الأعضاء من خلال إشارات كهربائية بيعطيها إلى زي ما يقولوا الجهاز العصبي وبتسافر هذه الإشارة الكهربائية العصبية للأعضاء فبالتالي أنه بتأمر الإصبع أنه يتحرك بهذه الطريقة الشحن الكهربائية بتسير لما يكون في عندي قطبين موجب وسالب لما القطبين هذولي زي لما يكون عندنا اشتراك السيارة مثلا السلكين لو جينا خبطناهم في بعض تطلع شرارة الشرارة هذه لما بتحصل في الدماغ بتسافر عبر العصاب بتروح للأصبع بهذه الطريقة معناها تحرك بهذه الطريقة فلما جزء من الدماغ بيصير فيه ارتباط بين خليتين عصبيتين ويصير هذا الكونيكشن مرة بيصير ارتباط رفيع جدا ما ينشاف إلا بالمايكروسكوب ولكن هذا الارتباط بين هذول الجزئين يؤدي إلى ظهور إشارة عصبية تسافر عبر العصاب عشان تدي إشارة للإصبع أنه تحرك كده عملنا الحركة هذه مرة ثانية فسار فيه ارتباط ثاني فزي ما يقولوا خيط ثاني شريان رفيع جدا ثاني مرة ثالثة شريان ثالثة مرة رابعة ارتباط كمان رابع عشرات الارتباطات عشرات زي ما يقولوا الكونيكشن اللي بدأ يصير شفت الحبل عبارة عن مجموعة من الخيوط متجمع مع بعض ما دل إذا كان فيه من الأيام جيت إنه تفك الحبل وتلاقي إنه مجموعة من الخيوط اللي متجمع فهم بتكرار هذه الحركة للقرد أصبح فيه جزء في الدماغ عنده فيه مسار عصبي قوي جدا عارف زي العروق بدأت تصير يعني صار فيه جزء نشيط جدا صار زي الأخدود أنت شفت الأنهار كيف تتكون أنه لما تبدأ تجي الموية شوية 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 تبدأ تحفر 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 لما تسوي مسار بعدين يصير عندنا هذا النهر الجارف فالفكرة هنا تكرار الحركة عشرات المرات بل مئات المرات صنعت ارتباط قوي في الجزء المسؤول في الدماغ وتلاقي الطاقة في الدماغ بتروح للجزء الأكثر سهولة إنها هي تنساب فيه والأكثر يعني زي ما يقولوا انسيابية فالفكرة هنا أنه لما خلاص ما أجبروا على الحركة أصبح بشكل تلقاء الطاقة الكهربائية اللي في الدماغ اللي عنده بتروح لهذا الاتجاه البعض يقول لي كيف كهرباء في الدماغ انت عارف الصرع لما يجي فيه اختلال زي ما يقولوا في الكهرباء اللي في الدماغ وتجي للإنسان يعني موجات صرع فسبحان الله من يقرأ في الدماغ ويقرأ في المخ ويقرأ في البرين بشكل متعمق يمكن يوصل يعني زي ما يقولوا كنوز ويوصل إلى فوائد كثيرة خلاصة هذه المسألة أنهم ربطوا أن تكرار السلوك يؤدي إلى تغييرات حتى في فيسيولوجيا وفي تركيبة المخ تجعل هذا السلوك جزء من العادة المستمرة 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 طيب رشاد انت قاعد تذكرنا مثال على القروض إيش علاقتنا بهذه المسألة ما في مرة مثلا يعني تخيل غني ادي مثال مثلا على فهد فهد مثلا عملوا في هذا الاتجاه هذا اليمين مثلا كل يوم بيروح العمل ويرجع من نفس الطريق دخلة خرقة خرقة دخلة صبح وليل ليل وصبح أتبرمج على الموضوع ده زي ما البعض حتى أنه هو مثلا أنت لقيه عارفت درب الحمام في البيت لقيه حتى وهو نايم يقوم من غرفة النوم ويروح الحمام وهو نايم ويخلص أموره في الحمام وهو نايم ويرجع على السرير وينام متبرمج وعارف السكة فأنا بقول مثلا فهد عارف طريق العمل طيب في يوم من الأيام المفترض يروح مناسبة اجتماعية فرح مثلا لصديق أو زواج على الاتجاه المعاكس هو نازل بيشغل السيارة جاء له اتصال مثلا كلموا بمحمود ها بمحمود كيف حالك طيب كذا كذا وبدأ أنه يتكلم معه المفترض أن يروح الفرح هنا لقى نفسه متبرمج لا شعوريا رايح في سكة العمل رايح على الدوام بعد ما خلص المكالمة أوبس إيه اللي جابني أنا هنا ما أدري إذا كان مر علينا موقف زي كده وأكيد كلنا يمكن مر علينا موقف شبيه بهذه القصة أنه تلاقي نفسك في نص الطريق وتقول أنا إيش اللي بعمله لأنه تبرمجنا ما إحنا قرود لكن أتبرمجنا عقلنا بسبب التكرار 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 ببرمجنا فعشان كده هذه الحركة لمن بأقول لمن أنا أكاد على فكرة ما الذي يبرمج سلوكيات أنا بأسويها أو أقوال أنا بأقولها أو أفكار أنا بأفكرها تتذكروا في حلقة سابقة لما اتكلمت على عجلة النجاح وجيت أفصل في الفعل وقلت إما أنه يكون أعمال القلوب أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارح فأي واحد منها بالتكرار بالتكرار بتتمرمج عندنا إضافة بس عشان أكفل هذه الجسئية أو هذه التجربة قالوا هل لازم نعمل التكرار آلاف المرات عشان ترسخ العادة أو السلوك هل ممكن طرق أخرى تقلل هذا الاحتياج للتكرار الكثير والكثير لغرس هذه العادة والسلوك عملوا دراسات على أشياء كثيرة ووجدوا أنه فيه جزئية جدا مهمة إن اقترن هذا السلوك بمتعة فلن تحتاج إلى تكرار كبير جدا القرد صاحبنا هذا اللي في التجربة مسكوا يده وبدأوا يعملوا فكرة أخرى بدل ما إنهم هم يعملوا التكرار لآلاف المرات جابوا قرد آخر وبدأوا إنهم هم يعملوا له تكرار بسيط خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة مرات ولكن عارفين يش سووا في نفس اللحظة استثاروا مركز المتعة في الدماغ بنوع معين خاص من الإبر عارفين من واحد يزغزغ مثلا كده وتجي تدغضغ فبدأوا يستثيروا فعليا جزء يسمون بلاجر سنتر مركز المتعة هذا الجزء المسؤول عن توليد كل المشاعر الإيجابية اللذة النشوة اللي هو المشاعر أحارف اللذة والاتعاش والنشوة اللي بيشعر فيها فهذا الجزء لمن يثار بيشعر بأطنان من المتعة الهائلة فلحظة إلزامه بتحريك إصبعوا استثاروا في نفس التوقيت وفي نفس اللحظة مركز المتعة فأصبح القرد يشعر بأطنان من المتعة عارف تلاقي حتى في الفيلم من الوثائق تلاقي بشعره ووقف مبسوط على الآخر مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة مرات وتركوه القرد أوتوماتيكية اللي وحده صارت عنده لزمة ماحتاج يكرر ألف مرة صار بيعمل الحركة تلقائي ومبسوط بيسوي زي كده عارف مبسوط بيدور على اللذة اللي هو كان بيشعر بيها صار عنده نوع من الاقتران والبعض طبعا عارفين لما نتكلم على الارتباط الشرطي ونتكلم على صناعة الرابط العصبي الفكرة إنه عشان تغير نفسك يجب أنه يكون عنده قضية التكرار هذه مسألة جدا مهمة وقضية اقتران المتعة بالتغيير الجديد اللي يرسخ ويدوم معنا فيا إلينا إذا بقولك احذري من كثرة تكرار كلمة أنا عصبيان 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 موقع يقولك والله ما حنفشلك أنت عصبية وعمرك ما حتكوني زي ما يقولوه يعني إيجابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر